اشتركوا في القناة والضرر والتصليح رح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة ودقيقتين مساء من مساء يوم السبت 22 واحد لا ينتقل القمر طبعا التوقيت بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما انه موجود في برج العذراء لغاية ساعات المساء من الان لساعات المساء فبتظل انه بنظل على طبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبنشعر انه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا معاطفيا ممكن انه ننتقد انفسنا او نتوهم بعض الامراض او الوساوس المرضية اللي ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة التدخين وشرب الكحول بوسع نقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تأثر علينا طبعا خلال هذا اليوم في عنا زاوية بطيئة اليوم بدأ تأثيرها وبعديها في زاوية انتهت الزاوية اللي اليوم بدأ تأثيرها هي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد وهي مستمرة من اليوم لغاية يوم 24 واحد هي ضروتها يوم 23 واحد وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب علينا او تعذر علينا فهمها بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت الايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 82 بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما انه بتكون شعبيتنا في تصاعد اكثر في هاي الفترة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر مع هاي الزاوية البطيئة الزاوية الاولى هي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني رح تستمر معنا لبعد ساعات العصر تقريبا النجاة بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة سبعة وخمس واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج هذا الاتصال بخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار الساعة سبعة وخمس واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة عشر ودقيقتين مساءا بتوقيت جرينج هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر ودقيقتين مساءا بتوقيت جرينج في القمر خلص بيكون انتقل واستقر في برج الميزان عشان هيك بتصير الفترة افضل من ناحية عاطفية وخصوصا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل للاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية بالفترة هاي طبعا من الان لغاية ساعات المساء الاعراض الاكثر حساسية اللي هي او الاعضاء الاكثر حساسية البنكرياس والامعاء الدقيقة الى المصران الاعور والقولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس مثل الحيون والاذنين اما بساعات المساء عند انتقال القمر لبرج الميزان فالاعضاء الاكثر حساسية بتصير الكلاء والحالب والمثانا البولية الاوردة والجلد كعضو لللمس والبنكرياس والانسولين او اسفل الظهر والزائد الدودية بما انها اصبحت هاي الاعضاء اكثر حساسية فعشان هيك لازم نوفر لها العناية الاضافية خلال هذا اليوم واللي بيشعر اعراض جانبية او اعراض بحاجة الاستشارة الطبية ما يتوانى عن ذلك اما بالنسبة لعمليات الجراحية فيوصف جراء العمليات الجراحية ما في اي مشاكل ولكن ما زالت الفترة هاي غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والاهم الجراحة يعني الحقن لسه اخف الا اذا كان في اماكن حساسة فمنقول انه لا انتظروا لا حين انتهاء تراجعات تاعة الزهرة وتاعة عطارد اللي هو لبعد اربعة اثنين هذا اليوم لا يصلح لا ازالة الشعر الزهد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا مناسب جدا ما في اي مشاكل خلال هذا اليوم اما بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل ويصير في برج الميزان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين القادم اللي هو اربعة وعشرين واحد وبيبدأ في تمام الساعة عشر وتسع دقائق مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اي حتى يوم الثلاثاء حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عشرين يوم طبعا عشرين يوم فلكي في تمام الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين سعيد بنسبة ستين في المية الان ولكن في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يمكث في الميزان لغاية يوم واحد وعشرين وواحد صباحا سعيد بنسبة أربعين في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم رح يرجع للجدي ورح يستمر في التراجع لغاية يوم أربعة وثنين هو منتحس بنسبة خمس وسبعين في المية الان ولكن من ساعات المساء اللي هو مساء اليوم بيصير أربعين في المية منتحس بالنسبة للزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في القاوس حتى يوم أربع وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية طبعا في حلقة المريخ نزلت اللي فيها كل التفاصيل عن الانتقال وتأثيراته على جميع الأبراج بالنسبة للمشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية قرانوس في الثورة حتى يوم أربع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ما زال القمر في البيت السادس فعشان هيك بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك برضو بتكون تنتبهوا لوضعكم الصحي لأنه هذا بيت العمل وبيت الصحة حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة عشان تقدروا تتوصلوا لاتفاق وحاول أنك تبحث عن حليف أو عن داعم وتجنب الإساء إلى الأصدقاء وشركاء وحاذر التراجع الصحي في ساعات المساء ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن شوي الأمور تتعقد ويطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيع والدعاوى القانونية لأنه خصمك في هاي المرحلة بيكون قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا وممكن تشعر اليوم بالطمأنينة أكثر والراحة أكثر من الأيام الماضية في ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكوا تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لصحتكم نجد في هاي الفترة أنه الواجبات بصير تتزامن وبتصعب وممكن تضطر للعمل لوقت إضافي أكثر فعشان هيك بتكوا تحاذروا من المشاكل الصحية أيضا برج الجوزة بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعروا اليوم ببعض الحزن أو التعب أو تبحث عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات فحاول إنك تلطف الأجواء واعد العلاقات إلى طبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة فتعتبر فترة إيجابية برج السرطان كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن ولا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم رح يسجل لك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو ممكن تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو يعني لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية موسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم وممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك وحاول إنك ما تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر وللاستخمار برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أو من المحتالين ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي أهم إشي ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحاول إنك تحدد أهدافك في ساعات المساء بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات والتنقلات وبيكون لكم اليوم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك لا تتردد بالتحرك برج العذرات بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز جدا بأداءك فالفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح في الأفكار عندك في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شي ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية خلال هذا النهار برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم لغاية ساعات المساء لانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر التعب الشديد عليكم لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب بتفكروا اليوم في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين اليوم بتهدأ الوتيرة عندك وبتتراجع الأرباح والحيوية صحيح أن الفترة محبطة ومخيب الأمال ولكن من ساعات المساء بيضطرأ تغيير جذري تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء اليوم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبي واسع الرؤية واضحة وما بيجوز أنك تتجنب أخذ القرارات ولكن في ساعة المساء ما بينفع اتخاذ القرارات فعشان هيك بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم وما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد إن هاي فترة فارغة من الحظ لأن القمر صار في بيت المتاعب فحاول أنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر البلبلة والالتباسات وبرضو انتبه لوضعك الصحي ما في قلق ولكن نوع من أنواع الانتباه برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا اليوم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء وبرضو اليوم ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء أو بصير في تواصل ما بينكم بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد اليوم حليف يدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجديد بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات لبعيدة أهم شيء أنك تكون أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن اليوم يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواتك هاي فترة إيجابية جداً أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرص في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بيحتويها شوية قلق وتوتر برج الدلو تفحصوا حساباً مالياً مشتركاً وخففوا من النفقات قدر المستطاع صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية حاول أنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهمل ملف ولا قضية خلال هذا النهار من ساعات المساء بتنشغله في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخش شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخد تجربة جديدة ومحتمل يكون سفر برج الحوت ابتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة أهم شيء تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل هاي الفترة لأنه الضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب في ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في إعادة تنظيم أمركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم لا ممكن تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوباً معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله الله وحفظه إلى اللقاء